بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلوا معي على النبي الكريم وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا اليوم درس الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية طبعا اليوم بإذن الله نختم هذا الدرس ولكن نحب نراجع مع بعض الأشياء التي تعلمناها في الدروس السابقة ونختم بالمثال رقم أربعة هو المثال المتبقي اللي ما تكلمنا عنه فنتمنى لكم متابعة ممتعة على ماذا تعرفنا في هذا الدرس أيها الأخوة الكرام تعرفنا ابتداء على الاحتمال باستعمال التباديل والتوافق وتكلمنا عن مفهوم التباديل ومفهوم التوافق براجعها إن شاء الله بعد شوي كذلك تكلمنا عن المتغير الأشوائي والتوزيعات الاحتمالية اليوم تبقى لنا وهو فقرة القيمة المتوقعة كيف نقوم بحساب القيمة المتوقعة لتجربة معينة فبالتالي هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله في درسه اليوم فكرة بسيطة قلنا احتمال النجاح والفشل لنا دائما احتمال النجاح يكون هو عدد حالات النجاح على عدد حالات النجاح زائدا الفشل واحتمال الفشل يعتبره عدد حالات الفشل على احتمال النجاح زائدا الفشل بهذه الصورة وتكلمنا عن مفهوم التوافق وقلنا أن التوافق هو عدد الطرق الممكنة لاختيار آر عنصرا من أصل إن عنصرا فبالتالي لو كان عندك أنت مثلا ثمانية تريد أن تختار منها ثلاثة فقلنا أن نحسبها بالطريقة هذه نأخذ ثلاثة عناصر ابتداء من الثمانية في البسط نقول ثمانية في سبعة في ستة على ثلاثة في أثنين في واحد ثلاثة في أثنين في واحد فنبدأ من البسط في العدد ثمانية ونبدأ من مقام من العدد ثلاثة وعدد الخانات تكون ثلاثة بهذه الصورة أنا أستطيع حساب التوافق كذلك بإمكاني حساب التوافق من خلال اللي هو الآلة الحاسب أني أكتب ثمانية وبعدين أكتب شفت وبعدين أكتب قسمة وبعدين أكتب ثلاثة بهذه الصورة لاحظ معي هنا أن الناتج سيكون لو أنت اختصرت ممكن الستة تختصر مع اثنين والثلاثة يبقى لك الناتج هنا ستة وخمسين كذلك إذا حبيت تتأكد تقدر تروح للآلة الحاسب وتكتب ثمانية شفت تقسيم ثلاثة شفت حولها لك لتوافق وبالتالي الناتج صار ستة وخمسين بهذه الصورة كذلك تكلمنا عن مفهوم التباديل وقلنا أن التباديل هو عدد الطرق الممكنة لترتيب N عنصر في R مكانا وقلنا أن التباديل مهم فيه الترتيب إذن هنا ترتيب سيكون مهم الترتيب سيكون مهم أما التوافق فترتيب فيه غير مهم هنا ترتيب غير مهم فبالتالي هذا اللي راح يفرق معاي في متى أستخدم التباديل ومتى أستخدم التوافق إذا شعرت من السؤال أن الترتيب مهم في السؤال فبالتالي بأستخدم التباديل وإذا كان الترتيب غير مهم فأنا راح أستخدم التوافق طبعا التباديل لو أجيه أقول لك مثلاً 8P3 وبالتالي أقول أن أبدأ من الثمانية وأخذ ثلاثة عناصر وهي ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة بهذه الصورة بإمكاني كذلك حسابها من خلال الآلة الحاسبة أني أكتب ثمانية ولكن أكتب شفت ضرب أكتب شفت ضرب وذلك يعني أحصل على التباديل وبعدين أكتب الثلاثة فبالتالي بإمكانك تكتب ثمانية وبعدين شفت ضرب بهذا الشكل حولها لك إلى تباديل بعدين تضغط ثلاثة يضغط ثلاثة وثلاثين ثلاثمية وستة وثلاثين بهذه الصورة تكلمنا طبعاً عن الاحتمال باستخدام التباديل والاحتمال باستخدام التوافيق في الدروس السابقة وبعد ذلك تعرفنا على المتغير العشوائي والتوزيع الاحتمالي وقلنا أن المتغير العشوائي والأخو الكرام هو متغير يأخذ قيم لها احتمالات معلومة فكل قيمة لها احتمال معلوم فبالتالي في تجربة رمي المكعب المرقم من واحد إلى ستة نلاحظ أن العدد واحد احتمال وقوعة سدس العدد الثانين احتمال وقوعة سدس العدد الثلاث احتمال وقوعة سدس وهكذا فبالتالي كل عدد من هذه الأعداد واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة لها احتمال معلوم اللي هي سدس 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 بهذا الشكل فبالتالي تسمى هذا متغير عشوائي قلنا المتغير العشوائي قد يكون متقطع أو منفصل وقد يكون متصل قد يكون متقطع أو منفصل مثل حالة المكعب المرقم 1, 2, 3, 4 يكون ما فيه فواصل ما بين الأعداد فبالتالي هنا نقول أنه متقطعة ونقول أنه منفصل وأحيانا يكون متصل يكون فيه فواصل يعني 1, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 3 مثل كذا يكون فيه أعداد عشرية وفواصل فهنا يكون متصل أما التوزيع الاحتمالي فأحنا ذكرنا أن التوزيع الاحتمالي هي دالة تربط ما بين القيم وما بين احتمالها تربط ما بين المتغيرات العشوائية وما بين احتمالاتها فكل متغير أو كل عنصر من عناصر متغير عشوائي يرتبط مع احتماله يرتبط مع احتماله ويسمى هذا توزيعا احتماليا وقلنا أن التوزيعات الاحتمالية حتى تحقق أن توزيع احتمالي يجب أن يتحقق فيها شرطين ما هما هذان الشرطان الشرط الأول قلنا يجب أن تكون جميع الاحتمالات بين الصفر والواحد مثل ما احنا شفنا أن جميع الاحتمالات بي لأي متغير عشوائي X يجب أن يكون محصور ما بين الصفر وما بين الواحد وقلنا هذا الشرط بديهي لأننا نعرف أن الصفر هو احتمال أي حادثة الصفر هو احتمال الحادثة مستحيلة الحدوث إذا كان عندي حادثة مستحيلة الحدوث احتمالها صفر وإذا كان عندي حادثة مؤكدة الحدوث فهذا احتمالها يساوي كم؟ يساوي واحد فبالتالي أي احتمال عندي يجب أن يتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد لا يمكن يكون عندي حادثة أعلى من الحادثة مؤكدة الحدوث ولا يمكن يكون عندي حادثة أقل من حادثة مستحيلة الحدوث فجميع الحوادث سوف تتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد بعد ذلك سنقول الآن أن مجموع عناصر الاحتمالات يجب أن تساوي واحد مجموع عناصر الاحتمالات يجب أن تساوي واحد فبالتالي لما أجي أجمع أنا مثلا في هذه التجربة اللي رميت فيها أنا قطعتين نقود وكانت المتغير الأشوائي يمثل عدد الشعارات فبالتالي لما أنا رمي قطعتين نقود يمكن ما يطلع لي ولا شعار يمكن يطلع لك الشعار مرة واحدة ويمكن يطلع لك الشعار مرتين لأنه عندك أربع حالات لما ترمي قطعة نقود ممكن يطلع لك TT وهنا الشعار ما ظهر وراء مرة يمكن يطلع لك TL أو LT وهنا الشعار ظهر مرة واحدة ويمكن يطلع لك LL اللي هو الشعار ظهر فيها كم مرتين فبالتالي تلاحظ أن احتمال أن ما يظهر لك ولا مرة هو واحد من أصل أربعة واحد من أصل أربعة وإذا كان عندك ظهر مرة واحدة الشعار فبالتالي هي حالة من أصل أربعة التي تعطيك نص وإذا كان LL فهي حالة واحدة من أصل أربعة بهذه الصورة وبالتالي سنقول هنا أن مجموع لاحظ جميع الاحتمالات هذه تتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد جميع الاحتمالات تتراوح ما بين الصفر وما بين الواحد ومجموع هذه الاحتمالات لو أنت جمعتها حياطيني كم حياطيك واحد فبالتالي حققت شرطي التوزيع الاحتمالي وبالتالي سنقول هنا أن هذا توزيع احتمالي أن هذا توزيع احتمالي وفي حقيقة الأمر أيها الأخوة الكرام هناك شرط ثالث حقيقة لم يذكر في الكتاب وإنما إن شاء الله في المستويات العالية إذا رحتوا للجامعة يجب أن تكون الحوادث متنافية يجب أن تكون الحوادث متنافية حتى يحقق أيضا شروط أن التوزيع يكون توزيع احتمالي حقيقة ولكن هذا يتأتى في كل التجارب التي تقريبا عملنا عليها فبالتالي لا أذكر هذا الشرط ضمنيا ولكن حقيقة يجب أن نتأكد أن جميع الحوادث تكون متنافية أنه لا يكون في تداخل يعني لا يمكن أن الشعار يظهر لمرة ومرتين في نفس الوقت يأي يظهر مرة يأي يظهر مرتين لما نرمي مكعم رقم يأي يطلع لثلاثة يأي يطلع لأربعة لا يمكن أن يطلع لثلاثة أو أربعة في نفس الوقت فبالتالي نقول هنا أن الحوادث متنافية وهو تحقق حقيقة في كل التجارب التي احنا اشتغلنا عليها ولكن لو جتنا تجربة أخرى لا بد أن نتأكد حقيقة أن الحوادث تكون متنافية ولمعرفة أو للتوسع في مفهوم الحوادث المتنافية والغير متنافية أحييلكم إلى الدرس الجميل الذي أخذناه في مقرر الرياضيات أربعة بعنوان الحوادث المتنافية والغير المتنافية الدرس السادس من الوحدة الثالثة في مقرر الرياضيات أربعة وهو موجود بإذن الله تعالى على قناتنا أو قناتكم قناة عين بإذن الله تعالى مشروح بالتفصيل وبإمكانك الاستزادة والاستفادة منه ولكن نحن الآن في نطاق دراستنا نريد أن نتأكد أن على الأقل تحقق لدي هذا الشرطان أن جميع الاحتمالات تتراوح ما بين الصفر والواحد وأن مجموعة الاحتمالات تساوي واحد قلنا التوزيع الاحتمالي قد يكون متقطع أو منفصل وأشهر مثال له هو التوزيع ذي الحدين اللي إن شاء الله بنأخذه في الدرس ثلاثة ستة إن شاء الله وفي الدرس القادم سنتكلم بإذن الله تعالى عن موضوع التوزيع الطبيعي اللي هو أشهر مثال للتوزيع المتصل اللي هو إن شاء الله بنأخذه في الدرس ثلاثة خمسة بإذن الله موعودين بدرسين جميلين بإذنه تعالى تستمتعون فيها اليوم نختم بفكرتنا أو فقرتنا الرئيسية اللي هي فقرة القيمة المتوقعة دائما أيها الإخوة الكرام أننا إذا كان عندي أنا تجربة معينة فلا أبد أني أفرق ما بين حاجتين ما بين الاحتمالات النظرية اللي هي مبنية على الافتراضات وما بين الاحتمالات التجريبية اللي هي مبنية على التجربة المبنية على التجربة إذن أنا عندي احتمالات نظرية من خلال الافتراضات فأنا لما نرمي مكعب مرقم من واحد إلى ستة أنا مفترض أن هذا سدس ظهور العدد واحد سدس ظهور العدد اثنين سدس ظهور العدد ثلاثة سدس وهكذا ولكن أحيانا لما تجي تجربة أمسك مكعب وبدأ أرمي مئة مرة وسجل النتائج طبعا ربما تكون النتائج تختلف نوعا ما عن النتائج النظرية أو الافتراضية اللي أنت حصلت عليها فهذه نسميها احتمالات تجريبية احتمالات تجريبية في الاحتمالات الافتراضية تكون بدون ما تجرب يعني توقعية أو من خلال التوقع أما التجريبية لما أنا أمسك التجربة وأقوم فيها وأدون النتائج وأشوف النتائج فعلا كم ظهر للأدد واحد مرة كم ظهر للأدد اثنين مرة وهكذا فبالتالي نسمي هذه احتمالات تجريبية طبعا قيمة المتوقعة ونرمز لها بالرمز EX بهذا الشكل يعني التوقع للمتغير العشواء X هي المتوسط الموزون للقيمة في التوزيع الاحتمالي المنفصل أي أن القيمة X هو مجموع حواصل ضرب قيمة المتغير العشواء X في احتمال كل منها فأنا عشان أحسب اللي هو الـ EX راح أضرب كل متغير في احتماله ونحن قلنا التوزيع الاحتمالي هو دالة تربط ما بين المتغير وما بين احتماله أنا راح أضرب الآن اللي هو المتغير ضرب احتماله وبعدين راح أجمع المتغيرات كاملة ضرب احتمالاتها وراح يعطيني هذا القيمة المتوقعة فبالتالي القيمة المتوقعة هي المتوسط الموزون للتوزيع الاحتمالي المتصل أي أنها مجموع اللي هو السقمة حواصل ضرب اللي هو المتغيرات في احتمالاتها ربما شرحها كذا بالكلام النظري شوية صعب ولكن لو دخلنا على المثال الآن قال لك أوجد القيمة المتوقعة عند رمي مكعب رقم من 1 إلى 6 مرة واحدة أيضا سدس احتمال ظهر العدد الثلاثة سدس احتمال ظهر الأربعة سدس احتمال ظهر الخمسة سدس واحتمال ظهر الستة سدس أيضا فبالتالي نلاحظ أن جميع الاحتمالات هنا سدس هذا أعطاني توزيع احتمالي تكلمنا عنه في الدرس السابق توزيع احتمالي متصل ولا متقطع لا هذا متقطع أو منفصل ها قلنقول منفصل ها توزيع احتمالي منفصل طيب إذا جي تحسب القيمة المتوقعة واش بسوي أبجي بقول اي اكس تساوي راح أضرب كل عنصر فيه احتماله راح أضرب كل عنصر فيه احتماله فبضرب الواحد فيه سدس وبضرب الاثنين فيه سدس وبضرب الثلاثة فيه سدس وبضرب الاربعة فيه سدس وبضرب الخمسة فيه سدس وبضرب الستة فيه سدس بهذا الشكل طبعا لاحظ معي المقامات موحدة هنا على الستة فأنت هذه بتطيك واحدة على ستة زائدا اثنين على ستة زائد ثلاثة على ستة زائد أربعة على ستة زائد خمسة على ستة زائد ستة على ستة المقامات موحدة على ستة ولو جمعت أنت البسوطات واحد واثنين ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد أربعة عشرة زائد خمسة خمسطعش وزائد ستة صارت واحد وعشرين على ستة واحد وعشرين على ستة اللي هي تساوي ثلاثة ونصف أي أنك لما تجي تقوم برمي المكعب مرات عديدة فإن القيمة المتوقعة اللي راح تخرج لك هي ثلاثة ونصف طيب المكعب ما يطلع لي ثلاثة ونصف يعني نقول بين الثلاثة والأربعة بين الثلاثة والأربعة فبالتالي نحن نقول أن المكعب يعني القيمة المتوقعة له هي ثلاثة ونصف ولكن المكعب نحن نعرف أنه متوزيع احتمالي منفصل فبالتالي يا ثلاثة يا أربعة فبالتالي نقول يعني بين الثلاثة وبين الأربعة هذه هي القيمة المتوقعة من أن أقوم برمي قطعة المرمي مكعب المرقم عدد كبير من المرات لاحظني ضربت كل متغير في احتماله وبعدين جمعت هذه المقادير وعطتني القيمة المتوقعة دعونا نرى تحقق من فهمك قال لك عند رمي مكعبين مرقمين مرة واحدة وتسجيل مجموع العددين الظاهرين على الوجهين العليويين طبعا نحن ذكرنا لكم التجربة هذه قلنا يطلع لك 1 و 1 أو 1 و 2 و 1 و 3 و هكذا حتى 1 و 6 وبعد ذلك يطلع لك 2 و 1 و 2 و 2 و هكذا حتى 2 و 6 و تستمر الأملية حتى 6 و 1 و 6 و 2 و إلى 6 و 6 بهذا الشكل طبعا أنت الآن عندك 36 عنصر كم حالة راح يطلع لك مجموع الوجهين الظاهرين اللي هو 2 طبعا عندك حالة وحدة اللي يطلع لك 1 و 1 فقط فنقول 1 على 6 و 30 طيب كيف يطلع لك 3 ولا يطلع لك من خلال 1 و 2 و 2 و 1 إذن هذه 2 على 6 و 30 طيب والأربعة الأربعة تظهر لك من الواحد و 3 و الاثنين و 2 و الثلاثة و الواحد فبالتالي تصير كم هذه تصير 3 على 36 الـ 5 ممكن تظهر لك من 1 و 4 من 4 و 1 من 2 و 3 من 3 و 2 إذن هذه 4 حالات من أصل 6 و 30 الـ 6 ممكن تظهر لك من 1 و 5 من 5 و 1 من 2 و 4 و من 4 و 2 و من 3 و 3 إذن هنا 5 من أصل 6 و 30 قلنا 7 هو الأكثر احتمال في المثال السابق اللي تكلمنا عنه تحقق من فهمك في درس الأمس اللي هو كان 6 على 36 أو 6 الثمانية طبعاً بتصير 5 على 36 و 30 لأنه ما عندي 1 و 7 هنا لما مكعب أعلى شي فيه اللي هو 6 فبالتالي حيكون عندك 2 و 6 و 2 و 3 و 5 و 5 و 3 و 4 و 4 فالتسعة بتصير 4 حالات اللي هي 4 و 5 و 5 و 4 و 3 و 6 و 6 و 3 فبالتالي هذه تعطيك 4 والعشرة بتعطيك اللي هي كم بتعطيك اللي هو فقط 3 عناصر اللي هي 5 و 5 و 4 و 6 و 6 و 4 فبالتالي هذه تعطيك العشرة وال11 بيكون عندك عنصرين اللي هم 6 و 5 و 5 و 6 هي اللي تعطيك 11 وال12 ما عندك اللي 6 و 6 اللي مجموعها 12 تالي يصير 1 على 6 و 30 الآن لو حبيت أني أحسب القيمة المتوقعة فسوف أضرب كل متغير فيه الاحتمال لاحظ رح يكون المقام موحد على كم المقام موحد على 6 و 30 طبعاً تضرب الآن عندك البسطين اللي هم 2 في 1 حياتيك 2 3 في 2 بيعطيك 6 يعني نضرب كذا نضرب الاثنين في الواحد في البسط طبعاً المقام موحد على 36 فيصير اثنين 3 في 2 حياتيك 6 بعدين 4 في 3 يلا شاركوني الحين 4 في 3 بتصير 12 5 في 4 20 6 في 5 30 وبعدين 7 في 6 42 وبعدين 8 في 5 40 وبعدين 9 في 4 36 30 بعدين 10 في 3 30 بعدين 11 12 22 12 1 12 الآن رح أجمع المقادير هذه كلها مع بعض الآن رح أقول نجمع البسوطات مع بعض 2 زائداً 6 زائداً 12 زائداً 20 زائداً 30 زائداً 42 زائداً 40 زائداً 36 زائداً 30 زائداً 22 زائداً 12 فالتالي يضرع الناتج 252 يضرع الناتج هنا القيمة المتوقعة 252 تقسيماً 36 طبعاً بإمكانك نقتقسمها أيضاً نقول تقسيم 36 فيطلع الناتج يساوي كم يساوي 7 يساوي 7 وهذا بديهة أيها الأخوة الكرام والأخوات إذا كان المكعب الواحد القيمة المتوقعة له 3.5 المكعبين يكون قيمة متوقعة لهم كم 7 يعني أنه من تجمع أنت مكعبين حيطلع الناتج يساوي 7 يعني كان بإمكاننا أن نستنتجها كذا بشكل سريع ولكن حبينا أن نستخدم له قانون القيمة المتوقعة و بذلك نكون بحمد الله تعالى أنهينا درسنا هذا دعونا نشاهدكم أن نأخذ سؤال أيضاً أخير للتقويم يجب أن نقول كذا وداعية لهذا الدرس الجميل والدرس الرائع الذي تعرفنا فيه على المتغير العشوائي و تعرفنا فيه على القيمة المتوقعة قال لك باع أحد النوادي 500 تذكرات دخول لحضور إحدى مبارياته ثمن الواحدة عشر ريالات و أجري سحب عشوائي على أرقام التذاكر خصصت فيه ثلاث جوائز للأرقام الرابح بحيث تربح تذكر واحدة الجائزة و قيمتها 1000 ريال و تربح تذكرتان الجائزة الثانية و قيمتها 100 ريال و تربح خمس تذاكر الجائزة الثالثة و قيمتها 50 ريال طبعا الآن فما القيمة المتوقعة للربح في هذا الموقف إذن أنا لازم أكتب عناصر المتغير العشوائي اللي عندي طبعا عناصر المتغير العشوائي و راح أشوف احتمالاتها أنا عندي كم تذكرة هنا أيها الأخوة الكرام أنا عندي هنا 500 تذكرة عندي 500 تذكرة فبالتالي ألاحظ أن التذاكر الرابحة عندي تذكرة واحدة ذات القيمة 1000 ريال فبالتالي نقول عناصر المتغير العشوائي الآن بالنسبة لي هي إيش هي كالتالي عناصر متغيرة أشوائي عندي العنصر الأول اللي هو ألف ريال الجائزة الأولى اللي هي ألف ريال ما احتمال حدوثها احتمال حدوثها تذكرة واحدة من أصل كم؟ من أصل خمسمائة تذكرة طيب والتذكرة الثانية تربح التذكرتان الجائزة الثانية وقيمتها مئة ريال إذن تذكرتين فإذن الجائزة مئة ريال وعددهم تذكرتين من أصل كم؟ من أصل خمسمائة وتربح خمس تذاكر الجائزة الثالثة وبالتالي قيمتها ستكون خمسين ريال تربح خمس تذاكر الجائزة الثالثة وبالتالي نقول هنا خمس تذاكر جائزة الثالثة قيمتها خمسين ريال وعددهم خمسة على خمسمية ولا تتحمس في الاختصار لأننا نبغي صراحة المقام موحد وطبعا بقية الجواز اللي هما سيربحوا صفر ريال هذول اللي ما لهم شيء مساكين ولهم البقية وهم البقية طبعا لو ما كتبتهم ما يضرك شيء لأن الصفر لو تضربه فأي شيء بيعطيك كيش بيعطيك صفر فأنت عندك تقريبا كم عندك 492 جاء شخص من أصل خمسمية هذولي لن يربحون أي ريال من الموضوع فبالتالي الآن لو حبيت أنك تحسب القيمة المتوقعة للربح فبالتالي الآن سنقوم بالحساب من خلال القانون بضرب كل عدد في احتماله فأنا بقول ألف ضرب واحد على خمسمية ستصير ألف على خمسمية زائدا نجي لي المية ضرب اثنين ستصير ميتين على خمسمية زائدا خمسين في خمسميتين وخمسين على خمسمية زائدا طبعا صفر على خمسمية لو ما كتبناها وبالتالي القيمة المتوقعة للربح هي ستكون النحو التالي ستصير ألف واربعمية وخمسين على خمسمية بهذا الشكل وبالتالي لو أنت حسبته باستخدام الآن الحاسب ألف واربعمية وخمسين تقسيم خمسمية ريال حيطلع الربح الآن بالنسبة لي اللي هو يساوي 2.9 ريال 2.9 ريال فإذا كنت انت شرية التذكرة أصلا بقيمة عشر ريالات فاحتمالية أنك تربح أو القيمة المتوقعة لربحك هي 2.9 ريال 2.9 ريال فبالتالي يعني مثل ما نقول هذه هي القيمة المتوقعة للربح لهذه الجائزة فإذا كنت شاريها عشان والله تدخل في المسابقة ففي الغالب أنك خسران على الأقل 7 ريال لأنك لا استفت من التذكرة لدخول المباراة وإنما استفت منها تدور جائزة فبالتالي الجائزة فرصة توقعك أو توقع ربحك هو 2.9 ريال فقط فبالتالي كذا أنت تعتبر خسران في دخولك لهذه المسابقة ويعني تكون هذه طريقة لحساب القيمة المتوقعة وبذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون بحمد الله تعالى أنهينا درسنا هذا درس القيمة المتوقعة ودرس الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية تكلمنا عن الاحتمال باستخدام التبادل تكلمنا عن الاحتمال باستخدام التوافق تكلمنا قبلها عن الاحتمال المشروط تكلمنا عن المتغير العشوائي والتوزيع الاحتمالي وقلنا له نوعين نوع متصل وأشهر مثال له هو التوزيع الطبيعي اللي إن شاء الله بنبدأ فيه في درس قادم ونوع منفصل اللي هو توزيع ذي الحدين اللي بناخذ إن شاء الله في الدرس اللي بعده ونختم بإذن الله تعالى هذه الوحدة تبقى لنا درسين جميلين بإذنه تعالى أشكركم لحسن المتابعة ونلتقيكم على خير في أمان الله